عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة انتهاكات حقوق الإنسان لقاء موسع مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنشطاء العاملين في مجال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة شبوى وخلال اللقاء استعرض عضو اللجنة القاضية الدكتورة ضياء محيرز إنجازات اللجنة الوطنية في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة ورؤيتها المستقبلية في الوصول إلى كافة الضحايا وفي عموم المحافظات وتوثيق الانتهاكات لضمان حصولهم على الإنصاف وجبر الضرر مشيرة إلى الأدوار الهمة التي تطلع بها منظمات المجتمع المدني في دعم قدرة المجتمعات المحلية على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها اشتركوا في القناة